القرار الأخير 26-02 كان واضحا بوضعه لمقترح حكم الذاتي كأساسا بواقعية وصدقية ومتوافق بشأنه ليكون حلا للنزاع المفتعل وضرورة العودة مع المبعوث الأممي الجديد ستابان ديمستورا إلى الموائد المستديرة بحضور كل الأطراف والموقف الإسباني قد يشجع على نجاح هذه الموائد المستديرة دكتور زكريا كما تفضل الأستاذ طيب إسبانيا مرتبطة معنا بأمور كثيرة جدا توضيح الموقف السياسي من قضية الصحراء المغربية سيقودنا إلى مجالات أرحب ولكن أنا أريد أن أبقى دائما في الاستفادة الفورية للاقتصاد الإسباني قلنا أنه منذ 2019 ألغيت عملية مرحبا مرتين بسبب الكورونا وبسبب الأزمة اليوم تعود لن تعود فقط بالمسافرين الذين أكيد هناك 38% تقريبا أو أقل بشيء يعني بنسب ضئيلة تفضل السفر عبر الجو ولكن ما تبقى يأتي من موانئ سواء في الجنوب الإسباني أو من فلانسيا ومناطق أخرى اليوم أيضا هناك المغاربة يختارون إسبانيا كقبلة سياحية العدد يتراوح ما بين 500 ألف ومليون مغربي يزورون إسبانيا سنويا يتركون ما يقار بالمليار دولار هذا أيضا ينضاف إلى ما تفضل به السيد عيس على مستوى النقل البحري أو حتى الاستثمارات أو حتى فتح مع باري سبتة ومليليا التي هي بدوريات ضخمة يقارب المليار دولار للاقتصاد الإسباني هو في حديدتي هو العلاقات الإسبانية المغربية هي ليست فقط علاقات تجارية هناك العلاقات الكذلك المرتبطة بقطعات أخرى كما أشرتم لذلك والقطع السياحي كمثال هناك كما قلت من قبل هناك علاقة رابح رابح ما بين إسبانيا وما بين المغرب إسبانيا نعرف بأنها تأتي في المركز الثالث فيما يسمى بمداخل المسافرين وما يسمى بليغوستي دو فياج يعني تجيها من وراء فرنسا وكذلك من وراء هولندا وكن نظن بأن في سنة 2020 مع الجائحة ومع تدفق الأموال المغرب المقيمة بالخارج وصلات إسبانيا أن المخدرات المركز الثاني في الأموال التي تأتي إلى المغرب وكذلك وكمثال هو أنه بالنسبة للمغرب يعني هناك كما أشرت من ذلك هناك عدد من المغارب الذين يفضلون كذلك أن يقوموا بالسياحة في إسبانيا خاصة في الجنوب الإسباني ونحن نعلم على أن الجنوب الإسباني وقبل السياحية من القبل السياحية المهمة في أوروبا يعني ينافس فرنسا ينافس عدة دول أخرى والأغلبية فيه مغاربة نسمح لي من باب ما نسمعه في إسبانيا نحن كمغاربة أن الأكثر إنفاقا في الجنوب الإسباني هم المغاربة وأن المغاربة هم الأكثر تملكا وتتذكر الأزمة التي عاصفت بالاقتصاد الأوروبي والتي كان ضحيتها اليونان والبرتغال وكيف أن الاتحاد الأوروبي تدخل بقوة إسبانيا أيضا عاشت تلك الأزمة وسوق العقارن خفض بشكل كبير والمغاربة كانوا يشترون وكان هناك تدخل من ما يسمى ببلوفيز ديشانج ديال المغرب في مكتب الصرف من أجل حد من تدفق الأموال لأن المغاربة كان تاريخيا المغاربة كان عندهم ارتباط مع الجنوب الإسباني تاريخيا نحن لا ننسوش بأن شمال المغرب يعني طنجا ومنطقة طنجا وتيطوان كان عنده ارتباط حتى في اللغة كانت اللغة الإسبانية ممتدة في شمال المغرب ولا تزال الثقاف الإسبانية متواجدة وفضل إطار هذا جل المغربة ومنسوش بأن القطاع السياحي في إسبانيا في جنوب الإسباني هو منافس من ناحية أتملة ومن ناحية الجودة لقطاعات أخرى حتى في القطاع المغربي إذن هناك من الأسر وخاصة الأسر المتوسطة والميسورة في المغرب التي تفضل أنها تقوم بالسياحة في إسبانيا حتى أسمح لي حتى لمغاربة العالم حين يأتون للمغرب يقيمون أيام هذا أشرت إليه في البداية عندما قلت ويحن يعودون يقيمون أيام في إسبانيا عندما نتحدث على العبور المغاربة المقيمين بالخارج نحو البلد الأملي هو بلد المغرب العبور لا يكون في ساعة أو ساعتين بل يكون في أيام وكل مننا لابد أن يكون له عنصر من عائلته الذي يمر من هذه المعابر ويقيم مرة أو اثنين على الطريق في الجنوب الإسباني إذن هذا مدخل سياحي جد مهم بالنسبة لإسبانيا وهناك كذلك لا نسوش بأنه في إسبانيا هناك ما يسمى كذلك بليد العاملة يعني اليد العاملة المغربية المتواجدة كذلك في الجنوب الإسباني وهناك كذلك اليد العاملة الإسبانية المتواجدة في المغرب إذن العلاقات ما أردت نشريني وأن العلاقات المغربية الإسبانية ليست فقط علاقات تجارية هناك عدة قطعات أخرى التي تعرف تداخل ما بين الاقتصاد الإسباني وكذلك الاقتصاد المغربي نعطيك مثال أشرناها قبل قليل إلى الشركات الإسبانية المتواجدة في المغرب هذه الشركات لا أريد أن نذكر اسماء ولكن هي شركات عالمية التي تنتج ماركات عالمية سواء في النسيج سواء في كتاعات أخرى بدون نذكر اسماء ويتشغيل أكثر من 20 ألف مغربي يعني أنه الكتلة تشغيلية بالنسبة للشركات يجد مهمة بالنسبة للمغرب هناك كما أشرتم إلى ذلك هو أنه فتح المعابر وفتح ورجوع العلاقات إلى ما كانت عليه قبل سنتين غير يعطي واحد دفعة جديدة لأننا نظن بأن إسبانيا لها كذلك توجهات استراتيجية بالنسبة للمغرب هي تعلم اليوم على أن المغرب دخل في ما يسمى استثمارات كبرى لا ننسو بأن هناك تواجد لإسبانيا في جنوب المغرب وهناك مشاريع كبرى في جنوب المغرب هناك ميناء دخل الذي سيتم تأسيسه والذي سيصبح أول ميناء في إفريقيا وأظن بأن إسبانيا يجب أن تجد موطئ قدم لأنه يعرف بأن هناك قوة عظمى ومركز تجارية عظمى لدخل مثل أمريكا مثل دول أخرى